الزعيم الهلالي يواصل انتصاراته ويواصل ابداعه ويواصل تألقه ويضرب ضرب بضرب بضرب على قولة المصريين ما فيه شتيمة أبد بعد أن ضرب واعتلى صدارة الدوري بكل جدارة واستحقاق ويرفع شعار المرحلة اللي بعده اللي وراي واحد واحد الكل بيأخذ حقه لحد يستعجل لكن خلكم في الدور نادي الهلال قدم مباراة كبيرة فوز وانتصار مستحق على كبير جده نادي الاتحاد اللي حقيقة أنا شخصيا كنت متخوف من هذه المباراة لأن الكبير كبير مهما تذيل الترتيب والاتحاد صاحب تاريخ وصاحب تاريخ دائما تحسب لألف حساب نادي الاتحاد خلفه جماهير حقيقة شاهدناها أمس في الملعب رائعة جدا ولعل أبرز لقطة في المباراة بالنسبة لي هو تصفيق جماهير الاتحاد التصفيق للاعب موهوب هو الشلهوب الشلهوب يا جماعة هذا النجم الكبير حقيقة اللي نال أو من القذاء اللي ناله حقيقة حب واحترام كل الجماهير بمختلف انتماءاتهم محمد الشلهوب تاريخ كبير إنجازات حدث ولا حرج ما تدري هاللاعب من وين تحبه تحبه من تاريخه ولا من احترامه أو من أخلاقه أو من جومي تداخل وخارج الملعب أو من ابداعه أو من أخلاقه الأكيد منك غارق في بحر حبه أنا شخصيا يا جماعة صديت منه بلنتي في آخر دقيقة في كأس الخليج أمام تخب السعودي يوم شفت دموعه أنا إلى الآن ندمان حقيقة بو معقولة سبحان اللي عطاه هذا القبول عند الجميع تصفيق جماهير نادي الاتحاد للاعب الموهوب محمد الشلهوب اندل إنما يدل على إن هذه الجماهير تحترم الأساطير والنجوم حتى لو مكان شتان فرق كبير بين جماهير تغدر وتحترم الأساطير والنجوم حتى لو كانت هذه النجوم ماهي في فريغها لأنهم متعودين وشايفين خير يكفي كان عندهم نور الكرة السعودية والعراضية سطورة فشايفين خير لذلك يحترمون الأساطير والنجوم وهذا ما شفناه في تصفيقهم للاعب كبير مثل الشلهوب وبين جماهير الآن يا جماعة تفضل جاييني على عمر السومة تناسوا ونسوا ما فعله عمر السومة اللي ياموا ياموا فنرحم أصلا يامي جانين لو لا عمر السومة والله ما شفته بطولة الدوري تفضلون جاييني الحين هذا اللي ما يصروا بعسومة على عمر السومة جماهير تناسوا وياسر المسليم اللي أبدع وتألغ وكان أيضا سبب في حصولهم على بطولة الدوري ويقولوا نحن الراقي أي راقي تكلم عنه وأي كبير جدة كبير جدة الاتحاد لا تكلمني كبير جدة ما ينبطح